نشرت مجلة The Atlantic مقالاً تساءلت فيه عن الدور الإيراني في سوريا ودوافع طهران لدعم نظام الأسد بمليارات الدولارات فضلاً عن زجها للميليشيات الشيعية الذين جمعتهم من أفغانستان والعراق وباكستان ودربتهم للقتال دفاعاً عن النظام في دمشق مقال الباحث كريم ساجدبور تساءل فيه عن السبب الذي يدعو بلداً مثل إيران لتقديم هذا القدر من الدعم لنظام الأسد ويجيب الكاتب قائلاً أن الدعم الثابت والمستمر للنظام السوري لا ينبع بالضرورة من حسابات إقليمية ومصالح طهران المالية ولا المعتقدات الدينية ولا حتى ما قيل أنه كراهية متجدرة للكيان الصهيوني حيث قال علي أكبر ولايتي أحد كبار مستشاري خامنئي إنما سماها سلسلة المقاومة ضد إسرائيل التي تقوم بها إيران وحزب الله والحكومة الجديدة في بغداد تمر من خلال الطريق السوري السريع ويذهب الكاتب إلى أن محور طهران دمشق أصبح تحكمه ما يشبه علاقة حب متبادلة ومن أجل الحصول على الدعم الإيراني تخلى الأسد عن السيادة مستشهدا بقول رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب إن سوريا يحتلها النظام الإيراني ومن يدير البلد ليس بشار الأسد بل قاسم سليماني قائد فيلق القدس وينوه ساجد بور إلى أن إيران استأجرت المقاتلين وأحضرتهم من أفغانستان وباكستان والعراق ولبنان وهناك حوالي أربعين ألف مقاتل شيعي في سوريا تكبدوا خسائر بشرية تفوق خمسة أضعاف ما خسره الإيرانيون حيث جرى استخدامهم كقنابل بشرية في المعارك وتنقل المجلة عن مدير الاستخبارات في الحرس الثوري مهدي تائب قوله إن سوريا هي الولاية الإيرانية الخامسة والثلاثون وأنه يصعب الدفاع عن طهران في حال خسارة سوريا طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الغربية بالتوقف عن ما سمه نهب دول المنطقة عبر صفقات الأسلحة وذلك أثناء عرض عسكري في طهران بمناسبة يوم الجيش الإيراني روحاني قال إن الحوار فقط ومن يحل أزمات المنطقة وليس البرود الذي تبيعه أمريكا لدول المنطقة وضف أن بلاده تمتلك أذرعا قوية في مواجهة ما سمها مؤامرات الأجانب ترجمة نانسي قنقر